ننتقل إلى أول مسألة بالمسائل يقول لي إيه 14.3 جرام يبقى دي كتلة مادة مش كتلة مولية مقاليش جرام لكل مول من كاربونات السوديوم المتهدرت يعني كاربونات السوديوم بترتبط مع عدد من جزائات الماء وزيبت في الماء وقومنا الحجم إلى لتر واحد إذن ده كده عبارة عن حجم المحلول لتر وعنده معادلة معادلة معايرة 25 ملي من هذا المحلول إيه ده؟ ده محلول مين؟ كاربونات السوديوم يبقى ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن VB أدي حجم القاعدة من هذا المحلول مع حمض الهيدروكوريك تركيزه واحد من عشرة مول على اللتر طب مقاليش تركيزه قال لي HCL واحد من عشرة مول على اللتر من الوحدة قضى لا سنتك ده عبارة عن إيه؟ مهمول على لتر يعني عدد من رأة الحجم يعني تركيز تركيز يعني M وحمض إذن M إيه؟ إذن كده عندي معطى M إيه؟ وحجمه حجمه 25 ملي يبقى ده كده عبارة عن إيه؟ حجم V V إيه؟ إذن كده مديني إيه؟ حجم الحمض وتركيز الحمض مديني حجم القاعدة هو عاوز النسبة المئوية لماء الطبلر ماء الطبلر طب نخلي بقى أنا عارف أنا عايز أعمل إيه؟ الله ده 14.3 ده عبارة عن إيه؟ كتلة العينة كتلة ده كله ده كله طب أنا عاوز النسبة لماء الطبلر إذن أنا عايز أعرف كتلة كاربوناتس سوديوم عشان أطرحها من كتلة كلية فاجيب كتلة ماء الطبلر ويبقى تاني معايا ونركز مع بعض ده مدوني إيه إحنا فاهمين إذن أنا أتعامل مع مسألة هو إيه؟ عاوز نسبة ماء الطبلر يعني كتلة ماء الطبلر على كتلة العينة في 100 ده نسبة ماء الطبلر طب هم بديني كتلة العينة كلها بديني كتلة NA2CO3.XH2O طب ما أنا عايز أجيب كتلة كاربوناتس سوديوم عشان أطرحها من كتلة العينة كلها أجيب كتلة ماء الطبلر وأسم كتلة ماء الطبلر على كتلة العينة جبت النسبة المقاوية إذن أنا قطالب فاهم عارف إزاي أتعامل مع مفرات مسألة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر